بسم الله قد تكون تكره شخصاً بأي سبب من الأسباب ويبتليك الله سبحانه وتعالى أنك تريد إيصال رسالة له أو يجب عليك أن تتعامل معه في معاملة ما أو يجب عليك أن تقوم بعمل مشروع معه في العمل مثلاً أو في العائلة تريد أن تقوم بشيء ويخص ذلك الإنسان أو هو في نفس المجال الذي تريد أن تعمل أنت يجب عليك أن تتعامل معه ماذا ستفعل؟ غرص اليوم هو أن تقول قولاً ليناً لمن تكره نعم انظر إلى الله سبحانه وتعالى حينما قال لموسى عليه السلام وأخوه اذهبا إلى فرعون إنه طغى طغى وتكبر على الله سبحانه وتعالى ولكن ماذا أمر الله سبحانه وتعالى نبيه فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنَا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ أَوْ أَنْ يَخْشَى فَلِذَلِكَ إِنْ كَانَ فِرْعَونَ الَّذِي عَسَى اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى والله سبحانه وتعالى يأمر موسى أن يقول له قولا لينا فالأولى أن نعامل من ربما نكرهه بسبب أو بآخر معامل حسنة ونقول له قولا لينا فلنجعل هذا الغرس في نفوسنا كي نمضي في هذه الحياة بسعادة وأمل والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة